مرأة أخيرة برحب حضراتكم ومشاهدينا وده معدنا مع فقرتنا الحوارية النهاردة والأخيرة وزي ما قلنا نتكلم فيه عن موضوع مهم جدا وهم كتير من الأباء والأمهات اللي عندهم أولاد في مرحلة السنوية العامة نتكلم عن السنوية العامة بشكل عام والامتحانات الإلكترونية ونتكلم كمان عن انطلاق اليوم الامتحانات التدريبية الإلكترونية لصف الأول السنوي عن طريق جهاز التابلت مع عضفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في الستوديو دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجماعة عين شمس والخبير التربوي صباح الخير دكتور خليف حنم كل سنة وحضرتك طيب طيب خليني أبدأ مع حضرتك على طول ونبدأ كلامنا المفروض النهاردة انطلاق الامتحانات التدريبية الإلكترونية لصف الأول السنوي فكرة أن يكون فيه امتحان تدريبي ليه والهدف منه ايه طبعا الدكتورة شوقي بيعتبر علامة في تاريخ التعليم المصري لأن بنقل التعليم من مسلس التخلف القاء من المعلم حفظه من المتعلم استرجاع في الامتحانات إلى مسلس التقدم نعلم نفكر نفدع التجريب التعميم لا يتم إلا عن طريق تجريب لا يمكن أننا عمم خضية أو عمم امتحانات أو عمم نظام جديد إلا عن طريق تجريب التجريب بهدف الوقوف على الصعوبات ووقوف على المشكلات فيه تواصل تم بين وزارة التربية والتعليم وبين أولياء الأمور عبر منصة التعليم المصري بيتم التواصل بينها ومعرفة المشكلات أما منطبق النظام الجديد وده اللي عمله الدكتور تاريشعوي سواء في التابلت أما عمله من سنتين ولا سنوي والسنة اللي فات التانية سنوي ولا سنوي أيضا بيتم أيضا التجريب التجريب المستمر ده يوقفنا على مشكلات وعلى صعوبات ممكن نتفاديها أما نيجي نعمم التجريب وفي نفس الوقت بندي مؤشرات للطلبة وأولياء الأمور أن ده نمط الأسئلة أن أنتم ما تخافوش ما تتخضوش ده نمط الأسئلة لا تجيلكوا الأسئلة دي مش صعبة ولا الأسئلة سهلة ولكنها بتدي يعني بتصنب في المتعلمين حسب قدراتهم العقلية ومهاراتهم ومعلوماتهم طيب يعني هي امتحانات تجريبية لا تحسب من الدراجات ليست لها دراجات مجرد بس أن احنا بنضرب ولدنا على المزيئ داري يتعامله مع الدهاز نضرب ولدنا وفي نفس الوقت احنا نستفيد نشوف ايه الأخطاء الصعوبات والأخطاء اللي بنقع فيها عشان نتفاديها في المرحلة القادمة وده اسلوب علمي في التفكير بالزبط نطلب بس الأهالي الناس الآن شوية لا ياخدوا في الآخر الدراجات اللي هي بتاعتنا لا دراجات التجريب التدريب ده تدريب تدريب على الامتحان تدريب على استخدام التابلت تدريب على ان الطلبة يعدوا ويمتحنوا في البيت او في المدرسة او في اي اماكن اخرى تدريب على ايه السيستم نظامه ايه الصعوبات ايه ايه المشكلات الاولياء الامور رأيهم ايه المعالمين رأيهم ايه الطلبة بيشتكوا من ايه ده النظام الديمقراطي دي حاجة فايدة جدا اه لا بداخدهش قرار بالضبط ده انت القرار بتاعك نابع من نبض الشارع نابع من الناس من رؤية الناس المستفيدين طيب نروح للنظام السنوية العامة الجديد بشكله الجديد وعايز اتكلم حضرتك عن السنة دي عشان نطمن برضو اولياء الامور نظام السنوية العامة اللي هو هذا العام بالضبط النظام السنوية العام هذا العام هيقدم من خلال مستويات صعوبة متدرجة يعني فيه اسئلة هتبقى في التذكر اسئلة في الفهم اسئلة في التطبيق اسئلة في التحليل اسئلة في التركيب اسئلة في التقويم هذه المستويات بنعمل في المركز القومي لامتحانات والتقويم الترباوي في المعطم اللي تبقى وزارة الترباوي والتعليم فيه بنوك اسئلة بنوك الاسئلة دي فيه بنك اسئلة للفيزيا وللكمياة وللاحياء والجغرافيا وللتاريخ وللغات الى اخره بنشد ورق في مستوى الاول ومستوى التاني والثالث والرابع والكامس خمس ورقات بنعمل خمس ورقات دول خمس امتحانات اذا هي متكفأة امتحانات متكفأة متكفأة دي ستقدم يعني الطالب وهو قاعد بامتحان في المدرسة لان امتحان داخل المدرسة بالتابلت عن طريق البوكلت عن طريق البوكلت داخل المدرسة عن مات الاسئلة اسئلة اختيار من المتعدد اسئلة صواب وخطأ اسئلة تكملة وفيه في اخر البوكلت مكان لاعادة الاسئلة اذا كان الطالب اخطأ في سؤال او حاجة قبل ما يدوس ويعمل سند للاجابات بتاعته الاجابات بتتم تصححها الكترونيا الطالب يعرف دراقته فوريا اذا ما فيش نظلمات لان ده نظام الكتروني لم يدخل فيه عامل بشري الامتحان ان شاء الله سيتم فيه دور تاني بعد شهر من الدور الاولاني بيوفر لاولياء الامور السنة كاملة بدل ما يخلي ابنه وعيد سواء كان ناجح او راسب في اي حاجة من حقه ان هو يعيد بعد شهر واحد وياخد اعلى الدرجات ما ياخدش الدرجة الاخرانية لا ياخد اعلى الدرجتين في الامتحان الواحد فده شيء مطمن وشيء جيد ارجو ان احنا نطمئن والاسئلة موجودة في منصة ستفتتح قريبا في السنواري العامة لطلاب السنواري العامة وللاولياء الامور وتم تدريب المعلمين على هذه الانماط من الاسئلة وموجودة فيه المتعلم متصل واسأل للمعلم والمنصات التفاعلية الخاصة بوزارة التربية والتعليم فيه في وزارة التربية والتعليم النصة لابد ان اولياء الامور يتواصلوا معاها على اساس يسألوا والوزارة تجيب فيه تواصل تام بين وزارة التربية والتعليم وبين الناس وبين الجمهور المستهدف بين 23 مليون بيت مصري بيقدم امتحانات قبل التعليم الجامعي طب خليني اسأل حضرتك دكتور حسن عن مميزات الامتحانات الالكترونية مميزاتها كتير اولها انت مفيش عامل بشري مفيش خطأ دي نمرة واحد ودي اللي كنا بنعاني منها كتير جدا والتظلمات بالملايين اللي بيقدموها وبعض الطلبة بيظلموا من التصحيح اليدوي نمرة اتنين ان دي فيها دقة فيها دقة في الدرجات ونمرة ثلاثة انك بتاخدي نتيجة فورية ما بتنتظرش شهر وما بتجريش على حد وسطة يجبلك من الكنترول للنتيجة لا بتاخديها فورية فورية يعني في نفس الله يعني يكوننا بنقعد شهر قبل ما ناخد نتيجة الامتحانات السنوية العامة لا ده تتعود شهر عشان تذكري للمتحان اللي هو التحسين والتحسين ده لمصلحة أولئة الأمور لمصلحة الطلبة لمصلحة مصر لمصلحة انه أولادنا يبقوا أفضل ان شاء الله طب فكرة انه اول ما سمعنا عن النظام السنوية الجديد حضرتك بتقول انه مش هيكون فيه اسئلة نصية يعني هي تكون أكمل واختار يعني عشان الاسئلة النصية شوية المقالية او المقالية فيها ذاتية بالتصحيح كل مصر هو في حضرتك هو في المنسبة للتعبير والكمبوزيشن والكمبوزيشن في الفرنساوي وفي اللغات ده انتحان واحد وبيتم تصحيحه عن طريق اثنين من المدارسين وبياخد الطالب الدرجة الأعلى هذا العام فقط بعد كده يبقى كله موضوعي زي ما حضرتك قلت اللي هو اختيار من المتعدد صواب وخطأ تكملة وهكذا طيب هل في فكرة انه الامتحانات الالكترونيا تعمم على كل الصفوف طبعا طبعا هو ليه بدأ الدكتور طارق شوقي وزارة رباوة التعليم بالمرحلة الصينوية لان دي المشكلة ده البعبع اللي الاولياء والامور بيستنزفوا اموالهم وحياتهم والتوتر هو عاوز يعمل امتحان بلا توتر امتحان بلا قلق امتحان مش الاشتركة اللي روح ما رجعش امتحان البعبع لا ده فيه في النظام الجديد قضاء على هذه المشكلات ولذلك الامتحان اللي التوضع ده اللي هو الالكتروني ده هيعمم ان شاء الله فيه الاعدادية ويعمم فيه بعد كده الابتدائي الغيات ربع ابتدائي ان شاء الله لانت عارفها ان الاطفال اولادنا واحتفادنا العالم على اطراف الاصابع بالزرق وعندهم قدرة ما شاء الله رهيبة يعني ابناء السيسي في عصر السيسي ابناء الالكترون عالميين دوليين متقدمين ان شاء الله ان شاء الله طيب احبى اروح مع حضرتك لنقطة تانية يعني احنا عارفين ان مصر تقدمت 11 مركزا في مجال التعليم قبل الجامعي وكمان 23 مركزا في التعليم الفني وده حسب مؤشر المعرفة العالمي الخاص ببرنامج وبالتعليم الجامع ايضا المتحدة تمام الانمائي كيف ترى حضرتك شايف ازاي هذا التقدم والتطور في مجال التعليم وكيف يتم التحقق من ذلك هو طبعا في معايير في ضقها تم تقدم مصر في التعليم الفني والتعليم العام والتعليم الجامعي منها تقليل خسافة الفصول منها استخدام التقنيات الحديثة في التعليم منها استخدام نظام الفصل المقلوب ان المتعلم يبقى هو محور العملية التعليمية وانه هو بيجمع المعلومات ويفصرها ويعللها ويبدو رأيه ويعلق ويلخص منها تطوير المعلمين وتدريب المعلمين منها الوجود الانشطة المتعددة في المدارس اللي موجودة في المدارس اليابانية اتنقلت الى المدارس المصرية منها ان القيادة التربوية قيادة مستنيرة وقيادة مارينة وقيادة قادرة على اتخاذ الخراري المناسب في الوقت المناسب كل دي عوامل اهلة التعليم المصري انه يتقدم لان احنا قبل كده كنا المنصب المركز الاخير او قبل الاخير فالحمد لله منها ان السيد الرئيس اما يرصد 2 مليار و216 مليون دولار لتطوير التعليم ان هو يقول ان انا عاوز ابني انسان جديد لمجتمع جديد انسان مش يحفظ ويستظهر ويكرر اللي حفظه في الامتحان ويسعد ياخد 100% في السنوات العامة ويسعد في اعداد الطب واداد هندسة واداد سيدالي لا ده انسان جديد انسان بيفكر بيبدو رأيه بيفسر بيعلل بيناقش بيعلق بيلخص كل المهارات والقدرات العقلية العليا بيمتلكها انسان بيشارك في بناء مصر الجديدة انسان متعاون انسان بيرفض بيتقابل الآخر بيتعايش في سلام وامان مع الناس انسان عالمي وضعنا التعليم المصري سواء التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي في اطار المنافسة العالمية ما مناهجنا الان بتقترب من مناهج سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا واليابان والدول المتقدمة التعليم في عصر السيسي في الفترة التانية من عصر السيسي تعليم جديد لمجتمع جديد نقلة نوعية رئيس اختار وزراء التعليم الدكتور طارع شوئي والدكتور خالد عبدالغفار فاختياره لهذين الوزيرين كان محقا وكان في طريق السلامة والامن والاستقرار للتعليم ما حدش يقول بقى مدارسنا هتتقفل او في انتشار الكورونا ده كلام متخلف وكلام مغرض مدارسنا مفتوحة 23 مليون بيت مصري مفتوحين مدارسها 3 مليون في التعليم الجامعي الكمامة موجودة الحفاظ على المسافات الامنة موجودة قياس درجة الحرارة موجودة النشر اللي هو الكحول والمطهرات الكحول والمشا كلا ذلك في دولة بتصرف من اجل الحفاظ على الرصيد الزابي لمصر وابناء مصر فاحنا لابد ان احنا نساند لا داعي ان بعض القنوات الفضائية تتكلم عن يعني جماعات الضغط الاجتماعي وجماعات المستفيدين من النظام القديم وجماعات اللي هما عاوزين يقعونها دول ما لهمش مكان طبعا نروح للجانب اخر يا دكتور جانب الام المصرية اللي بتبقى خايفة على ولادها هما نساندين مدرسة طبعا لان احنا الجو بقى برد جدا وطبعا ضعف المناع عند الاطفال وفكري طبعا مع وجود فيروس كورونا ده في نفس الوقت ينزلوا المدرسة عشان يتعلموا طبعا وبرضو عندها حتة الاموم انها خايفة على ولادي ازاي نقدر يعني نواعي دايما الام انه الوزارة التعليم ايمة بدورها الى جانب وزارة الصحة طبعا وتعاونا مع وزارة الصحة فطبعا ايمين وشايفين بدور متكامل الحياة طبعا لابد ان انا انوئة واشيد باتحاد سعيدات مصر او مليون من الامهات المستنيرات اللي هما بينشروا الوعي اللي هما فاهمين على النت وعلى الفيسبوك وفاهمين النظام الجديد وفاهمين ازاي يتعاملوا معاه صحيا وثقافيا وتعليميا وازاي ان هما بيواعوا الامهات لان انت عارف حضرتك ان الامهات هما القريبين من من ال من الاطفال ومن المتعلمين هما اللي عندهم وعي ان الطالب ده بيفهم ايه ما بيفهمش ايه ان ده المنهج اكثر اقل اعلى من المستوى او اقل من المستوى النظام الامتحانات ايه اه انا بطمنهم ان طبعا لا حزف في المقررات لان احنا على المستوى العالمي من المعايير ان المقرر اذا اتحزف والقلل حجمه ده فيه مشكلتين مشكلة الأولى عالمية ان المستوى العالمي ما ينزل المشكلة التانية ان التعليم زي ما حضرتك عرفها تراكمي فلو اعنا حزفت حلقة من الحلقات هيؤثر في الحلقات الاخرى فده ليسهل مصلحة المتعلمين يبقى المناهج كما هي لا تحزف 32 اسبوع كاملة للمدة الدراسة لا غير منقوصة لان القاعدة ان زيادة ايام التمدرس او ايام الدراسة ده بيؤدي الى زيادة التحصيل يؤدي الى زيادة الاستيعاب يؤدي الى زيادة المعرفة البلاد المتعلمين فالمناهج كما هي لم تحزف ولم تنقص ولن تنقص اتنين لمصلحة الطالب ولمصلحة الدولة نمر اتنين الايام الدراسية اللي هم الى ثلاثين اسبوع كاملة نمر اثلاثة الامتحانات في وقتها طبعا فيه امتحانات خاصة بالبحوث ما قبل الاعدادية فيه امتحان الاعدادية ورقي وامتحان اسئلة واجابات امتحان اولى وثانية وثالثة سنوية الحمد لله بقى الوكتروني بقى على التابلت الثلاث سنوات على التابلت ما فيش كتاب مدراسي فيه بنك المعرفة فيه مكتبة الالكترونية فيه المناصات التواصل فيه التلفزيون التعليمي فيه المتعلم متصل وقسع للمعلم فيه تنوع بدل ما كان فيه كتاب واحد بقى فيه مصادر تعلم متعددة وده صراء التعدد والتنوع مصدر صراء ما يبقاش فيه رأي واحد ولا فكر واحد ولا تطرف والإرهاب ولا دجماتيقية بقى فيه تنوع وقبول للآخر وتعددية وده المتعلم هو محور العملية التعليمية هو ده التعليم المصري اللي اتنقل إلى نصاف الدول المتقدمة طب حضرك شفت ازاي مدى نجاح فكرة التعلم عن بعض والتعليم عن بعض طبعا في الزل الجائحة اللي مرنا بيها وتوقف الدراسة في الفترة دي والله أنا باختلاطي بأولياء الأمور واختلاطي بالطلاب باعتبر أن أستاذ في كلية التربية جمعت حين شمس ومتواصل مع الجهات التعليمية المختلفة أولياء الأمور سعداء أن أولادهم بقى تعليم مقلوب أو تعليم معكوس المتعلم ضره تغير والمعلم ضره تغير بقى المتعلم بيجمع المعلومات بيصنفها بيبدأ رأيه فيها بيفصرها بيلخصها طول اليوم الدراسي وبيروح المدرسة ثلاثة أيام أو يومين في الأسبوع يناقش المعلم ويتواصل مع المعلم فالمعلم بقى دوره مرشد موجه ميسر والمتعلم دوره هو اللي بيجمع المعلومات ويصنفها ويبدأ رأيه فيها اليوم الدراسي يا أستاذ لانه بدل ما كان من 8 إلى 2 أو من 9 أو من 8 إلى 12 بقى طول اليوم من 8 إلى 8 بيتواصل الطلبة مع الأسدزة في كل وقت وعن طريق المنصات بيتواصلوا عن طريق المنصة وزارة التعليم عن طريق بنك المعرفة عن طريق التلفزيون التعليمي مدرس خصوصي مجاني موجود في كل بيت ليه تيبل معين وجدول بأولياء الأمور بيتطلعوا عليه وبيخصصوا لولادهم الأوقات يشوفوا على فكرة الأسئلة اللي بتقدم في التلفزيون التعليمي والأسئلة اللي بتقدم عبر المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التعليمية دي كلها الأنماط الأسئلة اللي هتيجي بالامتحان إذن لا مكان للسناتر لا مكان للمدارس المدارسين الخصوصيين لمجال للكتب الخارجية كل هذه الجماعات المستفيدة جماعات الضغط الاجتماعي انتهى عسراء وزالت إلى غير الرجعة مع النظام التعليمي الجديد طيب أخيرا دكتور يعني حب أسأل حضرتك عن التحديات اللي بتواجه منظومة التعليم في هذه الفترة هو طبعا الحمد لله سيد الرئيس وفر السيولة المالية وفر الخبراء الأجانب والخبراء المصريين في خطة وزارة التربية والتعليم بتشتغل من خلالها خطة طويلة الأمد وخطة قريبة الأمد القرار اللي بيزرع عن التعليم قرار مجلس وزراء وليس قرار وزير أو وزارة الأولياء الأمور فيه استجابة شبه كاملة لقرارات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم عندها مبادرة بتبادر أولياء الأمور وبتبادر الطلاب بالإجابة عن أسئلة هم هيسألوا فيها بتبادر هي ووضعها التواصل أو الطريق السلوك الديمقراطي بين الوزير وبين الشعب وبين 23 مليون بيت مصري موجود عبر المنصات موجود عبر القنوات التعليمية المختلفة ده لم يكن منجود قبل قدر إحنا بس اللي عاوزين نقوله إن جماعات الضغط الاجتماعي المستفيدين من النظام السابق الناس اللي كانوا عاوزين المحافظة على الوضع الراهن لأنه بيستفيدوا منه الغش وتسريب الامتحانات وأسئلة وتصوري إن الطالب بيحفظ في السنواء العامة الكلام اللي في الكتاب المدرسي وبعدين يحطوا فورقة الامتحان وبعدين ياخد الدرجة النهائية وبعدين دي عادات عقلية الحفظ والاستظهار والتخزين يخش الجامعة يسقط ليه لأنه ما إحنا تحكنا عليه ده تفوق وعني وليس تفوق حقيقي التفوق الحقيقي وقياس القدرات الحقيقية هي التي تعقيس القدرات العقلية والمهارات العقلية اللي موجودة في السنواء العامة هذا العام والليها تؤدي إلى دخول دخول الطلاب إلى الجامعة بالكفاءة واقتدار إن شاء الله إن شاء الله كلمة أخيرة حضرتك توجهها لكل طلاب السنوية العامة اللي خايفين من النظام الجديد واللي خايفين من التعامل مع هذا النظام لا طبعا يعني أنا سعيد جدا إن عشت هذا النظام وجدت إن الدولة حريصة على توفير أكثر من فرصة للتعليم حساب الطالب يأخذ الدرجة الأعلى بيتدربه على الأسئلة زي يقولي صحيح اليوم بيتدربه على الأسئلة قبل ما يخشوا فيه امتحان تجريبي قبل ما يخشوا فيه دقة في التصحيح عن طريق الكمبيوتر فيه مراعاة لظروف الصحية والظروف الاستثنائية بأن التعليم بقى تعليم معكوس أو معلوب دور المعلم تغير ودور المتعلم تغير أنا سعيد أن قناة الكاتدرائية والقنوات كلها بيتساند التعليم بتوقف في العجل مصلحة الإنسان المصري تأكيدا لفكر السيد الرئيس بناء إنسان جديد لمجتمع جديد شكرا جدا لحضرتك نورتنا أنا بشكر حضرتك جدا دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهب جماعة عين شمس والخبير التربوي شرفته جدا شكرا لحضرتك مشاهدين فكرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت نشوفكم بكرة وحلقة جديدة وصباحكم صباح مينة شكرا لحضرتك 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 اشتركوا في القناة